كان القدر يخبئ للملك المؤسس قصة غامضة درت رحاها في رحاب البيت العطيق الذي شهدت جدرانه على المحاولة الأكثر جرأة للتخلص من موحد البلاد قبل أن يفاجأ بهوية موقذه فما القصة؟ بأمان بالغ طاف ابن سعود حول البيت العطيق وتحرك في أروقته وجنباته بعدما وحد بلاد الحرمين الشريفين خلف كلمة واحدة لكن على ما يبدو أن هناك من لا يروق له هذا الاستقرار فمن وسط ضجيج المعتمرين القادمين لتلبية الدعوة الإلهية وغسل همومهم ومآسيهم في بيت الله تحرك الخطر بخطوات متسارعة نحو الملك حتى يقتنس أنفاسه الأخيرة في زحمة الطواف ويلوذ بالفرار وكأن شيئا لم يكن لكن تلك العيون المتيقظة كانت تتجول بناظرها في كل طيات المحيطين بعدما أدرك صاحبها أنه سيرتدي عباءة المنقذ ويحول بين المعتدين وجسد المؤسس ليستكمل رحلته في وضع أسس المجتمع الجديد تحفز الأمير الشاب لللحظات القادمة وبالفعل كان توقعه في محله وفجأة خرجت أسراب المعتدين من صفوف النفوس الهادئة فأما الضربة الأولى فتكفل بها ذراع المنقذ وما بعدها منعه الحرس الشخصية وعلى الفور التفت الملك المؤسس على ذلك الضجيج الذي جاء في غير محله فوجد نجله الأمير سعود غارقا في سائله الأحمر على أرض الحرم ويحاول البعض إنقاذه من ضربة قاسمة كانت تقصد المؤسس نفسه وبعد لحظات تفطن الجميع إلى أن الإصابة ليست خطيرة ونقل الأمير سعود إلى أحد المستشفيات القريبة من الحرم وذلك لاستكمال الإسعافات اللازمة حتى لا تتفاقم إصابته وذهب معه البعض من الوافد المرافق للملك وما إن تم التخلص من المعتد الأول والقض على الاثنين الآخرين انتظر الملك عبد العزيز حتى تم تنظيف الساحة من أثار الواقعة التي كان مقصودا بها منذ دقائق قليلة فقط وبعدها تم التأكد من تطهير بيت الله الحرام من المعتدين وأكمل الملك عبد العزيز طوافه كما أمر جميع الوفد المرافق أن يستمروا في الطواف لاستكمال مناسك الحج حتى لا يضيع عليهم العام وحدثت تلك الواقعة تحديدا بالتزامن مع موسم الحج عام 1353 هجرية أي بعد توحيد المملكة العربية السعودية تحت راية الملك عبد العزيز السعود رسميا بعامين فقط وذلك بعدما قرر أن يصطحب والدته معه إلى الحج في هذا العام وهو الأمر الذي شاع في مكة المكرمة فحج معه العديد من أهل المدينة المقدسة في ذلك الوقت وقد تزامنت الواقعة الخطيرة في يوم العيد أثناء طواف الحجيج بالبيت العطيق وكان الملك عبد العزيز آل سعود أمام الوفد المرافق له ومن خلفه مباشرة نجله الأمير سعود الذي تمكن من إنقاذه وبعدما لم يتمكن الخنجر الذي حمله بعض المعتدين من إنهاء حياته بالقرب من موقع التوبة داخل المسجد الحرام وفي اليوم التالي أتم مناسكه بشكل عادي حيث هنأه الوفد المرافق في ميناء على سلامته أما أنتم فأخبرونا هل كنتم على علم بتلك الواقعة الغامضة؟ ترجمة نانسي قنقر